اشتركوا في القناة وفي نفس الإطار من صحيفة الأخبار أوربان بدون استقرار مصر لا استقرار في أوروبا دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي في لقاء تأسيس مع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونطلع أيضا 500 جنيه الحد الأدنى للاشتراك التأميني والأقصى 1370 جنيه إلى جريدة اليوم السابع كتبت غدا قمة حسم أزمة قطر دول المقاطعة تجتمع في القاهرة الدوحة تواصل المراوغة عقوبات راضعة في انتظار تميم منها تجميد العضوية في الجامعة العربية وكارت أحمر من مجلس التعاون الخليجي الحكومة نتائج الإصلاح الاقتصادية ستظهر خلال عامين أو ثلاثة ومن جريدة المصري اليوم نطالع انطلاق القمة الإفريقية 29 في إثيوبيا لبحث التحديات الأمنية والثثمار في الشباب كاندي يدعو لحل الأزمة الخليجية ومحلب يبحث مع الرئيس التشادي مكافحة الإرهاب ووزير التعليم النظام الجديد للثانوية العامة سيكون جاهزا في 2018 ونتفوض لرفع رواتب المعلمين من جريدة الشروق وزيرة الدولة للهجرة لسنا ضد الهجرة والمصريون بالخارج خط الدفاع الأول عن الأمن القومي الأهل يواجه المصري بالبدلاء اليوم اتحاد الكرة رفض التأكيل البدري يسعى لتفادي الهزيمة وحسام حسن يخطط للحفاظ على المربع الذهبي في مقالب جريدة الأهرام أكد الكاتب مكرم محمد أحمد الناثيوبي عليها الآن أن تتخلى عن اسلوب التسويف والممطلة في حل أزمة سد النهضة وأضاف جميع دول حوض النيل تعرف حجم الجهد الذي بدلته مصر من أجل أن يبقى خلافها مع إثيوبيا محاصرا في إطار التسوية السياسية العادلة التي تلتزم بحقوق مصر المائية ليس فقط لأنها حقوق مكتسبة وتاريخية ولكن لأنها تتجاوز كل هذه الأوصاف لتصبح مرادفا لحق الحياة والوجود الذي لا تملك مصر التفريط فيه ومن ثم فإن كل محاولات التسويف ورفض إثيوبيا الراهن إعطاء المكتب الاستشارية معلومات لبحث الأضرار التي يمكن أن تقع على دولتي المصب لابد أن يكون له نهاية عاجلة في إطار علاقات شفافة واضحة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة دون الإضرار بمصالح مصر الحيوية ونتحول إلى المنشطات الرئيسة في الصحف العربية صحيفة الشرق الأوسط الدول الأربع تدرس الرد القطرية ترامب يتصل بقادة المنطقة ويشدد على أولوية وقف تمويل الإرهاب هدنا في الجنوب عاشية أستانا والملف السوري يتصدر القمة الأمريكية الروسية في هامبورغ إيران تخشى توطرا داخليا بسبب الجفاف وتحمل دول الجوار الأزمة وإلى منشطات صحيفة الحياة اللندنية واشنطن تضغط على قطر لتقديم التنازلات تمهد لمفاوضات هدنة أستانا في درع والقنيطرة والسويداء وترامب يعتبر مصير الأسد في يد بوتين فشل وساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص في غزة ألف جندي قتيل في معركة الموصل والعراقيون يستعدون للاحتفال بالنصر على داعش ومن الصحف الكويتية نقرأ في صحيفة السياسة السيسي يدعو من المجر إلى وضع حد لصراعات المنطقة العربية تفاؤل حذر بحل الأزمة القطرية والأنظار تتجه إلى اجتماع القاهرة أنقرة تصر على التدقل في شؤون دول الخليج وترفض نزع فتيل قاعدتها العسكرية في قطر مصادر حكومية للسياسة لبنان رفض التفاوض مع النظام السوري بشأن النزوح من أبرز عنوين صحيفة الخليج الإماراتية مخططات جديدة لإقامة ألف وحدة استطانية في القدس داعش يختنق في الموصل وينتقم بهجمات انتحارية مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات في جبهة صابرين بيلجوف ومن صحيفة الدستور الأردنية نطالع مستوطنون يقتحمون بحث المسجد الأقصى ومخطط استطاني جديد في القدس قوات سوريا الديمقراطية تخترق الجزء الأكثر تحصينا من الرقة الجماعة العربية تبحث سبو المواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية الصحة العالمية تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى ألف وخمسمائة وستين شخصا وتحت عنوان مهلة ثمينة أكدت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها أن تمديد المهلة الممنوحة لقطر للنظر في المطالب العربية المشروعة تأتي في سياق عطاء وقت أطول للعقل القطري وتابعت الصحيفة تحاول الدوحة في سياق تبريرها لحشد القوات الأجنبية على أراضيها إيهام المجتمع الدولي أنها مهددة من جيرانها وفي الواقع فإن الدول العربية التي أعلنت مواقفها الصريحة من سياسات الدوحة التخريبية تصرفت بمنتهى الشفافية والوضوح ولم تلوح ترجمة نانسي قنقر